كان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مقدمة مستقبلي معالي السيد جون كاري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى وصوله إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء كما سيعقد مباحثات رسمية مع معالي وزير الخارجية وقد رحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية معربا عن اعتزازه بزيارته لمملكة البحرين والتي تعكس المدى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وتؤكد حصهما الدائم على تطويرها وتنويع مجالات التعاون بينهما ليمتدى لكافة المستويات التي تلبي طموحاتهما وتعزز من مصالحهما وتنعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة وتدفع بمسيرة التنمية والتقدم بها وعلى هامش زيارة المملكة البحرين سيشارك معالي السيد جون كيري في الاجتماع الوزرية المشترك مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي